رجل شجر رسول احتلم فأبتاق بعض الناس بوجوب الهسر اغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتل الله هل لا سألوا إذا لم يعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا مشاهدين متابعين الكلام في كل مكان السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء وهذا العدد الجديد من برنامج الإفتاء اليومي هل لا سألوا معكم ومع صاحبي الفضيلة فيه فضيلة الدكتور سعيد بوزري مجيبا عن أسئلة الإخوة والأخوات فحيكم الله دكتور سعيد السلام عليكم مرحبا إذن تتواصلون مع فضيلة الدكتور بعد بيان موضوع لقاء العدد وشرح قاعدة هذا اللقاء مواصلة في شرع القواعد الفقهية يتحمل أخف الضررين إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيحمل بأيتهما شاء وإن اختلفا يختار أهوانهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة والضرورة تقدر بقدرها فجاءت كلمة الفقهاء والعلماء في هذه القاعدة إذا اجتمع الضرران أسقط الأكبر الأصغر والضرر الأشد يزيل الضرر الأخف ويختار أخف الضررين أو يحتمل أخف الضررين وهي قاعدة اللقاء التي سنتعرف على معانيها ومدلولاتها وامثالتها وتطبيقاتها فضيل دكتور سعيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله يتحمل أخف الضررين قاعدة فقهية مهمة لها العديد من الصيخ منها يتحمل أخف الضررين منها يحتمل أخف الضررين منها يختار أهون الضررين أو أخف الضررين منها يختار أهون الشرين هذه القاعدة بجميع الصياغها لها أصول ولها تطبيقات من أصول هذه القاعدة النصوص الشرعية المختلفة التي تصح أن تكون أصلا لهذه القاعدة كما كانت صحيحة ومقبولة يستدل بها في العديد من القواعد منها ما أشرنا إليه ومنها ما سنشر إليه في قادم الأيام من هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى يدفع بالتي هي أحسن من هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما منها قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه منها الآية الثالثة من سورة المائدة فمن اضطر في مخمصة المخمصة شدة الجوع غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم هناك ضرر الهلك وهو ضرر كبير وهناك ضرر يعني اللي هو تناول ما هو ممنوع شرعا ما هو محرم شرعا أيهما عملا بهذه القاعدة كما سيأتي البيان الآية تأمر ترشد إلى تناول ما كان ممنوعا ما كان محرما دفعا لضرر أكبر دفعا لمفسدة أعظم وهي الهلاك والموت ربنا قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم في سورة المائدة الآية الثالثة وفي سورة البقرة كما ذكرناها الآية 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد المراد ولا عاد أي لا يتجاوز حدود الضرورة من هنا جاءت القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها الضرورة بحضورة ثم أتأت القاعدة الأخرى الكابحة الكابحة وهي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها إذن هذه القواعد مستنبطة من هذه النصوص أربنا قال فمن اضطر غير غير باغ ولا عاد أي لا يتجاوز حدود الضرورة فلا إثم عليه إذن لا وجود للإثم في مثل هذه الحالة الحالة لذلك هذه بعض النصوص الشرعية أربنا ولا تحملنا ما لا تقاتلنا به وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفس إلا وسعها لا يكلف الله نفس إلا ما أتها وغيرها من النصوص وحديث النبي عليه الصلاة والسلام للدائل للتيسير يسير ولا تعسير ويسير ولا تعسير حسب روايات الحديث النبوي الآن نأتي إلى التطبيقات نبدأ مثلا بالمجال في المعاملات على سبيل المثال الآن ذكرنا قبل أحين أن الإنسان الذي لا يجد ما يأكله أو ما يتناوله شرابا هو ضمآن يعاني من الضم لم يجد ماء ولا شيئا مباحا لم يجد ماء ولا لبنا ولا حليب ولا عصير لم يجد ما يدفع به الضمأ ما يزيل به الضمأ ويدفع نفسه الهلك فقط فهو في ضرورة فقط وجد ما هو محرم نقول له هنا بمنطق القرآن وبمنطق هذه القاعدة يتحمل الضرر الأخف لدفع الضر الأكبر أو يدفع الضرر الأكبر بتحمل الضرر الأصغر فالله أزواجل سبق في علمه أن الإنسان لا يطيق لا يطيق يعني يدفع الهلك عن نفسه بقدر الإمكان وهو ضعيف كما قال ربنا في صورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وربنا قال في آية أخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انطلاقا من هذه النصوص ربنا عز وجل أجاز لهذا الإنسان الذي يكون في حالة الضرر أن يتناول ما كان محرما مثل الخمر أكرمكم الله عزكم الله فيتناول الخمر ولكن بالقدر الذي يزيل به الضمأ أو بالقدر الذي يدفع به الهلاك عن نفسه طبقا لتلك النصوص الشرعية وعملا بهذه القاعدة الفقهية وما قلناه عن الضمأ وعدم وجود الماء أو ما هو حلال نقوله عن المأكولات أكل الجيف أكل الميت لا يجوز شرعا وأكل ما هو محرم كل ذلك ممنوع في الظروف العادية ولكن في الظروف الاستثنائية هنا لا بد من تتبع الإجراءات أو القواعد الاستثنائية لمواجهة لمواجهة الظروف الاستثنائية والعمل بالاستثنائات يؤكد القاعدة ولا يضحظ فيها العمل بمقتضى الاستثنائات بالقواعد الاستثنائية لمواجهة ظروف استثنائية هذا لا يقدح في الصحة القاعدة الأحكام تبقى هي هي لذلك في المأكلة مثلا فإذا لم يجد الإنسان الجائع جدا ربنا سمعه المخمصة في الآية الثالثة من سورة المائدة فيجوز له أن يتناول شيئا من الحرام أن يأكل شيئا من الحرام من الميت أو من غيرها دفعا للهلاك فيتحمل هذا الضرر الصغير الأخف دفعا للضرر الأعظم أو للمفسدة الكبرى لذلك الآية تقول فمن يضطر في مخمصة في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أيضا في مجالات أخرى مثلا المنازل لها حرمة المنازل لها حرمة كما يسمى بحرمة المنازل أو بحرمة المسكن لا يجوز العدوان على حرمة مساكن الناس فلها حرمة مقررة في الشريعة ربنا يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إذن لا تدخلوا هذا هو الأصل حتى تستأذنوا ولكن هل يجوز الدخول إلى بيوت الناس بغير الاستئذان الجواب لا يجوز هذا يعتبر انتهاكا لحرمة المساكن أو السكن ولكن عملا بهذه القاعدة يجوز في حالة الضرورة مثلا شب حريق داخل هذا المسكن شب حريق داخل هذا المسكن وجاء المارون الناس الذين يمشون مثلا في الشارع فيسمعون نداء الاستغاثة من ذلك السكن أو يرون بآيونهم ذلك الحريق قد يكون ذلك ليلا والسكان نائمون أو أهل هذا السكن نائم لا يعلمون فماذا يحصل نقول هؤلاء الناس الذين رأوا هذه المفسدة الكبرى هذا الحريق الذي يأتي على الأخضر واليابس الذي يؤدي إلى وفاة الناس وإلى حريق عن احتراق الأشياء والممتلكات والأرزاق الشريعة تسمح لهؤلاء باقتحام هذا المسكن لإطفاء النار المشتعلة وإنقاذ الناس بالدرجة الأولى وبعد ذلك إنقاذ مجد إنقاذه من المتاع ومن الأثاث لا شك أن هناك ترتيب أولوي لابد أن يراع في عملية الإنقاذ نبدأ بالبشر ثم بعد ذلك نأتي إلى الأشياء الأخرى إذا سمح الوقت بذلك وكذلك بالنسبة للباخرة للسفينة التي تكون عرضة للغرق ماذا تفعل طبعا لا يمكن لكون الأثقال مثلا يعني هي السبب في ربما في هلاك الجميع طبعا هل ترمى البضائع أو يرمى البشر ترمى البضائع مهما كانت غالية يعني يتخلص من بعض البضائع من على السفينة لتكون خفيفة قادرة على السير في عرض البحر إنقاذا للبشر فيتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وتدفع تتحمل أخف يتحمل أو تتحمل أخف المفسدتين ويتحمل أخف الضررين ويختار أهون الشرين إلى غير ذلك هذه بعض التطبيقات التي تبين هذه القاعدة الفقهية الذهبية بارك الله وإحسن إليك دكتور سعيد ونشر على بركة الله في الإجابة أول شي على الأسئلة التي وردت والأسئلة التي بقيت من اللقاء الماضي بما ترى نبدأ إن شاء الله نبدأ بالديون بالديون طيب بالديون أسئلة اللقاء الماضي نعم أم خالد هكذا طيب أم خالد من العاصمة سألت على الذهب وتريد تركها لإبنها ويعطيها مقابل من المال شهريا وغير ذلك استوعبت مسألتها نعم هذه ألوك لها السؤال وغير واضح نعم لكن بلغة الإحتمالات يتقل في نيتي أقل في نيتي نعم نجاوب بطريقة الإحتمالات الإحتمال الأول لما ترجع له المبلغ يرجع لها السوار يعني هي ترجع تقدم له المبلغ هي تحتفظ بالمال ويحتفظ بالسوار يعني نتعاون على فهم مرادها هي تقل قدمت مسياسة السوار لوليدها الذي يدرس في الجامعة هكذا كتبنا وأخذ من هي أخذت منه مبلغا من المال تأخذ منه بأقصاد بأقصاد الآن على سبيل أن تملكه مستقبلاً هذا الصوار نعم وهذا في نيتها ما هي يتزوج به أو يدير به مشروع في حياتها يعني نيتها أن تملكه إياه إذا كانت نيتها أنها تأخذ في العوض هي تأخذ بأقصاد مالية عوضاً عن هذا العطاء الآن لتحريل المسألة نعم أعتقد أنه هي أعطت له مبلغ من المال أعطت له السوار وأعطت لها مبلغ من المال هنا المعاملة غامضة في اعتقادي المعاملة غامضة لماذا؟ لأنه إذا كان عقد بيع يعني أعطت له السوار هو مقابل ذلك أعطت لها مبلغ من المال إذن فهذا عقد بيع وعقد البيع من عقد المعاوضات إذن فوعقد البيع يفرد التمليك معنى هذا الإبن يتملك هذا السوار يتملك هذا السوار ابتداء عند أول وهلة أما إذا تركته يعني تركت لديه هذا السوار في شكل رهن يعني الرهنة الذهب انتاعها هو أعطى لهذا رهن هنا ليس له الحق في التصرف في هذا السوار الاحتمال الثاني ليس له الحق في التصرف في هذا السوار إن شاء الله يتبع فينا إذا كان جبنا عن طريق هذه الاحتمالات الله يبارك إذا كان ما زال في الأمر غموض تتصل بالبرنامج إذا قلت إذا كان أعطت له هذا السوار كرهن مقابل أنه أعطى لها مبلغا من المال في هذه الحالة خلافا للبيع ليس له الحق في التصرف في السوار بمجرد ما هي تقدم له يعني تسدد ذلك المبلغ له ترجع سوارها لأنه رهن يعتبر في حكم الرهن الأمر الثالث والاحتمال الثالث إذا تركته عنده في شكل وديع هو أعطلها مالا لأنها في حاجة لذلك المال ولكن تركت ذلك المبلغ ذلك يعني السوار في شكل وديع أيضا ليس له الحق في التصرف في هذه الوديع وهناك أيضا أحكام شرعية متعلقة بالضمان هناك أحكام شرعية متعلقة بالضمان يعني في حالة ضياع هذا السوار هل يضمن هذا الإبن أم لا يضمن أما إذا كان هي في نيتها نأخذ الكلام تاعها قالت أنا في نيتي أن أملكه يا في المستقبل في المستقبل نقول لها المفروض يكون هناك وضوح بينك وبينه لأنه من أهم شروط صحة العقد في الشريعة الإسلامية الوضوح الوضوح ونفي الجهالة هذا شرط أساس يا أختي يا أم خالد لماذا ذلك ممكن جيب لك جملة من الصيخ تتشابه ولكنها تختلف في أحكامها والوقت لا يسمح باش نعطي أنفس وكن نعطي لك مثال واحد إذا كان واحد أعطى مثلا شيئا معين لشخص إذا كان على سبيل الهيبة معناه الهيبة تفيد التملك معناه الهيبة ناقلة للملكية هناك واهب هناك موهوب له هناك شيء موهوب والهيبة دائما تتحقق حال حياة الواهب والموهوب له فيها قد يشبه هذا واحد يعطي شيئا معين لشخص آخر ولكن لا يتملكه الآن يقول هذه وصية بمعنى لازم يقول وصية لا يتملك الموصى له هناك موصي هناك موصى له وهناك محل الوصية الموصى له لا يتملك هذا الشيء الموصى به إلا بعد وفاة الموصى لأن آثار الوصية تطراخ إلى ما بعد وفاة الموصى إذلك من عظمة شريعتنا ودقتها أنها تميز بين العقود إذلك أخي محمد صالح أصعب شيء في هذا الموضوع وطرح السؤال أحيانا نجد صعوبة كبيرة في فهم مدلول السؤال أو السؤال لا يعرف كيف يعبر عن مسألته والله في موضوع العقود هذا يعني بالمئات يعني يجي شخص في التليفون مثلا أو على المباشر يقول أنا عندي تستامو هو يقول ها بالفرنسي يقولك وصية طيب أنت تبدأ تشرح له في أحكام الوصية النهار الذي يجيب لك العقد تلقاه هو حبوس أو العقد عمر أو حبوس أو لهيبة تقول يا فون هذا ليس وصية هو اسم تستامو أحياني يقولك عندي عقد الحبس أنت أجد في 1915 تلقاه ما هو حبس عبر عن رهن ما هو حبس ما هو وقف ما هو وصية ما هو شيبة هو وهكذا لذلك هذه ملاحظة لنا جميعا طرح السؤال بدقة لنجتهد في الإجابة بدقة مماثلة مارك نوفي بعد إيمان يا الأخت خد في بالي خد في بالي كتبت في بالي نعم في بالي لذلك هذه لم يعلمها إلا الله يا أم خالد هذه ممكن نقولك سيغة جائزة ممكن تعطي حاجة للواحد هو ربما ما قلت له هو يعتقد أنه إعارة أو عارية عارية يعني إعارة أعطيت له حاجة على السبيل أنت في بالك النهار اللي يردها تقول خلاص من هذا النهار أنويتها هدية لا حرج ممكن أنت يجي وحد يقول سلفي لي 100 ألف ألف دينار ترفدي 100 ألف وتسلفي تمديها تمديها خلاص وبعد ذلك النهار اللي يرجعها تقول هذاك النهار أنويت هذا أمر هذا العقد الصحيح ثم أنه صحيح من جهة أخرى لأن الدين ينتهي إما بالوفاء بالأداء أو بالوفاء وقد ينتهي بالإرجاء كما شرحنا سابقا وقد ينتهي بالإعفاء يعني تسمحي له مهم إيمان مثل المثال تقول زوجي كان طلق مرأة قبلها راح للعمرة وجاب لهم هدى طلق مرأة أخرى نعم يعني إذن عنده زوجة ثانية طلقها نعم ثانية يفعي اسمته طلق الأولى المرأة الأولى طلقها المرأة طلقها نعم ثم كتب الله له ثلث أولاد من الأولى نعم ثم اعتمر بعد عودته من العمر يعني جلب لأولادي هدية وجاب لزوجتي هدية ولطلقاته هدية مثل هدية الزوجة فلتقول أخذني غضب شديد قالت نفس الهدية قالت نعم ولماذا يعطيها نفس الهدية طيب يعني نقول يا إيمان الشريعة الشريعة بقدر ما تسعفون بأحكامها وقوائدها كذلك تسعفون بأمر آخر يتعلق بجبر الخواطر وبالأذواق بالأذواق بمعنى الآن الأصل في الشرع إذا أعطى هدية لطليقته لأم أولاده فذلك يجوز شرعا ليس هناك نانع شرعي على وجه الإطلاق لا ننسى بأن هذه المطلقة كانت في يوم من الأيام زوجته زوجة له والآن لا تزال تحتفظ بمركز يتمثل هذا المركز أنها أم الأولاد انتهت العلاقة الزوجية ولكن لم تنتهي العلاقة الأخرى هي أم الأولاد اتفقنا إذن كونها تتمتع بهذا المركز الاجتماعي هي أم الأولاد يجوز له أن يقدم لها هدية اتفقنا شرعا ولكن أنا أشرت الآن إلى مراعاة الأذواق وجبر الخواتر فكل ذلك يقتضي إذا أراد أن يقدم لها هدية لا يقدم هذه الهدية عالنا لا يقدم هذه الهدية عالنا يعطيها لأحد أولاده ليسلم الولد هدية والده لوالدته دون أن تعلمي أنت والسلام أما وقد فعل هذا الأمر هكذا علنا فهذا يعتبر استفزازا أدى بك إلى أن تغضى بي نقول لك يا إيمان يكون عندك روحة رياضية مدام كل الأمر يجوز قبل هذا الشيء وهو إن شاء الله ما يزيد شيء كرها بهذه الطريقة والله أعلى وأحلى لا تنهض للفجر فكيف تصلي الرغيبة والفرض حينما تستيقظين بعد الشروق أرحل لك الفجر في وقت أربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الأصل أن تبدأ بالفريضة تصلي الصبح يعني الفجر الفريضة ثم تصلي الرغيبة وهي السنة هذا هو الأصل وهذا هو الأولى ولكن لا حرج شرعا يجوز شرعا أن سبقي بصلاة بالسنة يعني بالفجر برغيبة الفجر ثم بالفريضة بالصبح وكلاهما صحيح والأولى بيناه طيب تقول عندها الربو الحساسية ويؤثر على الاغتسال عليها كثيرا فكيف تفعل لصلاتها ربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج طبعا الأصل هو دائما طهار المائية وهي الأصل ولكن إذا كان هذا الأمر مع تكراره يؤدي إلى صداع في الرأس لا يحتمل فلا حرج عليك أن بعض الأيام تصلين بالتيمم والتيمم طهارة طرابية هي بدل عن الأصل لا يلجأ إليها إلا لأسباب إلا لظروف نعتقد أن هذا السبب الذي يتعلق بالصحة بصحتك يعني يسمح لك الشرع بالانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الطرابية وهي التيممم في ظروف معينة أحسن تقديرها لكي لا يبقى هو دائما بالتيمم الأصل هو الاغتسال بالماء طيب الأسئلة التي وردت للبرنامج دكتور ما شئ نستقبله بلك نستقبل مجموعة وهو كذلك نعم مجموعة من المكالمات أنا أعلم أنك يضغط عليك نح نهات رأيت تمشيل هذا لذلك نشبتك قبل أن تسأل طيب نهة إذا فيه مكالمات تستقبلها نعم اللي عادل الاتصالات من فرنسا معنا الأخت فريدة نعم آلو نعم أهلا السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فريدة مرحبا بك سؤال من فضلك تفضلي في موضوع الإجهاز نعم أنا كان عندي مشاكل زوجية مع الزوج متاعي في موضوع السب والشتم ويعني ما وصلوا مشاكل كبار أنا وياه ويعني ما كونش باغياب هنا نرفض الحمل في صدفة وسط رحي أنسنت أبدا ما تقبلش بس كنت في استيرابات نفسية وقلت هذا الولد والبنت اللي 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 ما خليه بصف يعيش واش عاش اللي ولي لين بس كنت في اعترابات نفسية وصف ما مقدرت نخليه كان عنده شعر سيمانة وضق ضمير نبني بزف نحوص نعرف واش ملي ضق بش هل أجهضتي قمت بالإجهاض قمت بالإجهاض نعم زوجك هل يعلم زوجك هل عالم بهذا الإجهاض نعم عالم به وقال لي بلي أنا من فرصي شاريت حاجة ما كيش بريدها يعني وافق على هذا الأمر نعم وافق شهر أجهاض شهر وأسبوع شهر وأسبوع شهر وأسبوع نعم يعني كانوا عندي مشاكل الزوجية طيب تحسن ظرفك يا فريدة نعم تحسن ظرفك الآن ما ماشي ماشي ذاك بس أنا صعب يزاني وأنا في نفس الحالة صعب 13 سنة كيف كيف ربي يحسن الحوال إن شاء الله واضح يا اختي واضح كنت بالكرش بالاخرين صعب وتعرفت للإهانات وضاربه سيبوغسة ما بغيتش نعود نفس الحكاية طيب واضح إن شاء الله نستمع إلى أحلام من سطيف نعم أم أحلام أم أحلام نعم مرحبا بك أهلا وسهلا سلام بك أهلا عندي بعض الأسئلة الشيخ بارك الله وافيك صعب 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 سؤال لولا الدعاء اللهم عن تربي لا إله إلا أنس خرق ثاني وأنا عبدك المرأة تقول وأنا عامتك والله يصلح وأنا عبدك سؤال ثاني أذكر ما بعد الصلاة حب الشيخ لكم يعني نقول هلي بالترتيب أو أيهم نجيب لول آية الكرسي أولا فأنا كرخ سرى كيف هندير تبلي بلك إلي فيهم ترتيب نرتبو أولا والسؤال الثالث إذا سيقض الإنسان بعد صلاة الفجر يعني بمتعلم يدخل الآذان شوية مثلا نكلم لأذان أذان نقول نفطن أربعة ونص ونقعد لكسان يجب تسابيح نبقى نذكر ربيح تنشرق وبعد نسم للضحى والله لازم الاستيقاف عند آذان الفجر تبدأ لأجر حجة واضح إن شاء الله واضح الأسئلة واضح نعم بارك الله وفق أم إيمان من تنمسان نعم وعليكم السلام ورحمة الله نعم بص الخير بص الخير لا أستمع أم أم فيه وقف 10 عبير نبيع مالا قديني وقف لقد أم 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 مالا شغالي ف جان مالا يس وقف ما ليش مالا كفا ذو تجد رقم تليفون المثورة داع الرقم نتواصل معك خارج البرنامج وتسمع الجواب فريد من خانش لوان وجيم شاء الله نعم يا فريد عندي سؤال واحد 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 تفضل نعم ولدي أولاد من زوجة الأولى أولاد من زوجة الأولى نعم هنا اخوالهم يحرشوا بهم وكلا اقول اقطو يسفو وأقروا بهم ماذا تدعي ؟ أنا اندعي بهم و الله اردو يتلفي رأيهم هل تعنيه شون لدي أولاد المنظرين يا شيخو الضوء قد يكون ندش فيهم مرحبا أخذ الضوء هم صح الحلق المتعة الدعاء هذا ما هو الله يصلح الحالي مفهوم شير مفهوم نعم شكرا يا فريد شكرا طيب شيخ بالنسبة للأسئلة التي وردت تعليم العاصمة يسألكم عن حكم الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة طبعا الحديث المعروف الحج عرفة لازم ندير هذا في البال هو الحديث الذي خرجه الكثير من الإمام الترمذي والإمام أحمد والإمام النسائي والإمام ابن ماجة وغيرهم الحج عرفة إن فوركن ركين ركن كبير وقالنا بأسالة السلام وعرفة كلها موقف كما ورد في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم الوقوف بعرفة بعد الزوال يعني ولو حضر طبعا المقصود بالوقوف هو التواجد ليس الوقوف معنى واحد يكون واقف لا هو التواجد والخضور في عرفة وعرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف إذن تواجد الحجاج في صعيد عرفة بعد الزوال يعني ولو في جزء من النهار بعد الزوال إلى غاية المغرب هذا يعتبر واجبا هذا واجب وإن لم يفعل فعليه دم لازم عليه دم ولكن الوقوف الركن متى يكون بعد الغروب ولو لوقت قصير ما يحقق السكينة والطمأنينة مقدار مثلا ما يسجد فيه الإنسان أو شيء ما القبير مقدار سجدتين يعني ما يحقق صفة الطمأنينة إذن الحضور بعد المغرب ولو للحظات في عرفات هذا الذي يجزئ والله أعلى وأعلم مرك الله فيك بالنسبة لسؤال مواني يقول من فاته الجمع بعرفة بين الظهر والعصر كيف يقضي الصلاة؟ الجمع بين الظهر والعصر هذا من السنن من السنن الواردة بشأن الوقوف بعرفات كما نعلم من رحمة الإسلام ومن يسريه أن الحجاج يحتاجون إلى ميسيرات وتيسيرات وتسهيلات وتخفيفات خاصة يوم عرفة لماذا؟ الحج عرفة كما سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عند الظهر من السنة الجمع بين الظهر والعصر يعني الحجاج يصلون الظهرين أي الظهر والعصر جمع تقديم قصرا من السنة وهذه السنة أخرى الجمع سنة والقصر إذن الحجاج المتواجدون في عرفات يصلون الظهر والعصر جمع تقديم قصرا يعني في أول وقت الظهر اتفقنا ولا نافل بينهما ولا قبلهما ليتفرغ الحجاج للدعاء والاستغفار والتسبيح والتضرع الله سبحانه وتعالى لا يشغلهم شاغل فقط فهؤلاء يتفرغون ولا ينشغلون بيعادة الوضوء وصلاة العصر وكل ذلك طبعا مما يعني يشكل مشقة على الحجاج في ذلك الصعيد والأمر ليس هينا هذه ذنب رحمة الإسلام وتؤدى صلاة الظهر العصر جماعة تقديم قصرا جماعة عمل وهذا من جهة هو السنة والأجر يكون أكبر ومن فاتته الجماعة راح يتوضاه ولقاهم صلاة من فاتته الجماعة يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وحده أو إذا تيسر مع بعض الحجاج مما لم يلحق الجماعة الأولى وهكذا وهذا القدر كافي وهذا الأمر يجوز ويجزئ الله فيك طيب أسأل علي من العاصي ما عن حكم الإحرام من جدة نعم هذا السؤال يتكرر في كل موسم حج خاصة الحجاج طبعا يتعلق الأمر بالحجاج الذين يذهبون مباشرة إلى مكة خاصة بالنسبة للرحالات الأخيرة الرحالات الأولى الآن تتجي إلى المدينة المنورة عموما عموما أقول عموما ليس كلها عموما فالرحالات المتجهة ما خير يبدأ بمكة أو المدينة في رأيك سيدشيا نعم ما خير يبدأ الحاج بمكة أو المدينة من يبدأ من هذه أو من هذه هو يبدأ بالمدينة يكون أفضل ولكن إذا كان راح بالإفراد يروح مباشرة إلى مكة فالمشقة تكون أكثر وكلما كانت المشقة أكثر كان الأجر أكبر أكبر وأكبر وأكبر وأصنافهم وأجناس نعم كان يقول أن نبدأ بزيارة المدينة بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والراحة وأعطى يعني الميقات المكاني بالنسبة إلي نعم بيار علي بيار علي أهل الحليفة يعني يحرموا من الميقات المكاني من بيار علي ويلبي على مدار تقريبا 450 كيلومتر نعم وهو أطول أطول ميقات مكاني هو بيار علي أو ذو الحليفة وهكذا ويختم بمكة حينما يصل إلى مكة يبدأ يكون قريبا من مناسك الحج هناك من يختار ذهب إلى مكة مباشرة وفي كل خير وفي كل خير نسأل الله ألا يحرمنا جميعا من الحرمين الشارفين أقول إذن الإحرام من جدها في كل موسم حج يتكرر هذا السؤال الجواب الذين يذهبون مباشرة إلى مكة طبعا الطائرة تنزل بجدة بمطار جدة من أراد أن يحرم داخل الطائرة إذا لم يسبب إزعاجا أو إحراجا لغيره فالأمر جائز يقينا لأن قائد الطائرة سيخبر الحجاج بقرب وصول الطائرة إلى النقطة التي تحاذي الميقات ثم مع محاذاة الميقات المكاني والطائرة في السماء هؤلاء الحجاج يحرمون في السماء فهذا أمر جائز مشروع ولكن لمن لا يسبب إحراجا لغيره تصوروا معي أن مئة حاج مثلا يتحرك في وقت واحد داخل الطائرة هذا يبحث عن لباس إحرامه وهذا يرتدي لباس الإحرام وهذا يذهب ليتوضى وهذا يحضر نفسه لأداء ركعتين ركعتين الإحرام هذه الحركة المزلزلة للطائرة في السماء هل شريعتنا تقبل هذا الحرج؟ أبدا بل شريعتنا تقرر كما ورد في صورة الحج في الآية ثمانية وسبعين وما جعل عليكم في الدين من حرج إذن شريعتنا تقول لا توقفوا يجوز لكم معاشر الحجاج الإحرام من أول يابسة بمعنى من مطار جدة بعد نزول الطائرة بسلام في على أرضية مطار جدة وبعد استلام الحقائب وهكذا وهكذا تتوضى لمن تيسى عليه الأمر يغتسل يعني يغسل الإحرام وهذا السنة ثم يرتدي لباس الإحرام ثم بالنسبة طبعا للرجال والنساء يبقوا بلباسهم ويصل لركعتين الإحرام بعدها مباشرة إذا كان داخل مثلا بالعمرة بالتمتع يقول لبيك اللهم عمرات المتمتع بها الحج حسب النسك الذي يتخذه لنفسه الذي يختاره القران أو الإفراد أو التمتع والمسألة بسيطة تماما يجوز ذلك ولا حرج ولا يجوز للذين أحرموا في السماء بمحاذاة المقات الإنكار على الذين يحرمون في مطار جدة أقول لا يجوز لهم أن ينكروا عليهم علماؤنا رحم الله الموتى وحفظ الله الأحياء منهم يقولون بجوز ذلك حينما سئل علماؤنا سابقا عن الإحرام في البواخر بالسفن أجابوا بجواز ذلك رغم بالإحرام في اليابسة بعد نزوله من السفن طبعا السفن تمشي في البحر قالوا بالجواز بجواز إحرامهم من اليابسة من أول يابسة رغم أن الحرج الذي يواجه الحجاج الذين يركبون الطائرة أكبر بكثير من الذين يركبون البحر يركبون البحر أي يتخذوا السفن وسيلة للنقل إذن فالبون شاسعون لذلك أفتع علماؤنا منهم الشيخ حمد حماني رحمه الله مفتي الجزائر منهم مفتي تونس الشيخ الطاهر بن عشور وغيروهما من العلماء في كثير من بقاع بلاد أمة الإسلام مرقناه فيك طيب نجيب فريدا فرنسا عن موضوع الإجهاد الذي ذكرته لكم شيخ سعيد في سؤالها بسبب مشاكل مع الزوج سؤال عشرة السب والشتم محبش أن هذا المولود يكون له حياة مثل حياة إخوانه فأقدمت على الإجهاد في شهر وأسبوع من عمر هذا الجنين نعم الإجهاد يا الأخت فريدة لا يجوز لماذا؟ لأن الشريعة قررت حقوقا للإنسان وذلك الجنين إنسان قادم إلى الحياة ومن حقوق الإنسان الكبرى حقه في الحياة عند حق بشيعيش في هذه الحياة لذلك الشريعة تحفظ أرواح الأجنة في بطون الأمهات في قاعدة رقم واحد والرأي الذي نفتي به أن الإجهاد لا يجوز ولو في أولى الأيام حتى قبل نفخ الروح هناك رأي آخر يقول بخلاف ذلك نذكره ونحترمه ولكن الرأي الذي نفتي به ونرجحه هو الذي يقول أن هذا الجنين هو مشروع إنسان مشروع إنسان هو جيد الحياة لذلك له حقوق مقررة من هذه الحقوق الحقوق المالية أنه يرث لكن باباه موت الشريعة تقول لنا نحفظ لهذا الجنين حقه في الميراث في الريطاج رغم أنه عنده شرف عمره ولا شهرين ولا ولماذا؟ لأنه سيأتي حينما يأتي إذا كان جاء حيا وظهرت عليه على من علامات الحياة فيرث أما إذا نزل من بطن أمه وهو ميت فطبعا فلا يرث ذلك الشيء المحفوظ يوزع على الورث الأخرين والأمر الذي هو أشد من الحق في الميراث هو الحق في الحياة قلت لك يا فريدة يا الأخت فريدة هذا الجواب فهو جواب عام موجه إلى الجميع للمحافظة على أرواح الأجنة في بطون الأمهات الآن أنت عيش مشاكل وإهانات وشتم وتعالين اضطرابات نفسية وكذا ضعفتي ارتكبتي ما ارتكبتي بدلل أن ضميرك الآن يؤنبك إذن الحمد لله أنت عندك ضمير حي رغم الخطأ الصادر منك فأنت تتمتعين بضمير حي برقيب مرافق لك إذن هذا مظهر الصحة الآن مطلوب منك أن مادم زوجك هو يعلم ذلك واسمح بينك بأن ربي لازم طلب اسمح من عند ربي سبحانه عز وجل طلب اسمح المغفرة من عند الله ونسأل الله أن يغفر لك ويقدر ظروفك والله أعلى وأعلم هناك تفاصيل متعلقة بالغرة وكذا ودية التي تدفع ليس أنت لم تسألي عن هذا فقط أنت المطلوب منك أنك طلب اسمح من عند ربي سبحانه عز وجل والسلام ورب يغفر لك إن شاء الله ويغفر لنا الجميع أم أحلام الصيف سيد الاستغفار الذكر الذي يقال في أذكار الصباح والمساء في لفظة وأنا عبدك هل تقول مرأة وأنا أمتك؟ نعم إذا احتفظت بالصيغة الواردة فذلك أمر جائز اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت إلى آخر هذا يسمى بسيد الاستغفار هذا يسمى سيد الاستغفار إذا احتفظت بهذه الصيغة كما وردت فهذا أمر طبعا جائز المشروع وإذا غيرت بدل عبدك تقول أمتك فذلك في الأمر ساعة في الأمر ساعة والحرج عنك مرفوحة طيب بالنسبة لأذكار ما بعد الصلاة كيف يكون ترتيبه؟ يعني في الأمر ساعة هو ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام لكي يجمعون حديث متعلقة بالموضوع مثلا حديث معاذ بن جبل حينما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ والله إني لأحبك لا تنسى دبر كل صلاة أن تقول إذا نفهم هذا الدبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولكن ثبت أيضا في السنة العاملية هنا في إشارة إلى مشروعية الدعاء بعد الصلاة إشارة إلى مشروعية الدعاء بعد الصلاة لك ما يرفضه البعض يعني البعض يقول لك ما فيش دعاء الله أكبر وهنا في إشارة قوية في حديث معاه نعم إشارة قوية إلى مشروعية الدعاء إن هذا دعاء وليس استغفار الله أعني على ذكا سبحان الله مادم ذكرت هذه ما عاش نقول أيضا ملاحظات لك الفضل يعني ربي يهدي شبابنا وربي يهدينا جميعا كي يشوف واحد بعد الصلاة يرفع يديه يدعوه ويتقلق يقول عاش تدعوه قالوا إذا أنت عندك ما عنده موحد الشيخ مرة قالوا إذا أنت ما عندك ولا حاجة مع ربي ماذا تدعي قالوا أنت ليس لديك حاجة عند الله نعم رأيك لاباس ميخ سكوالو خلاص وهكذا كنت تحتاج باش تحمد ربي فأجابه إجابة يعني فيها ذوق وفيها تنبيه ولفت انتباه قالوا ياولدي أنا عندي بزاف حاجات مع ربي خليني نطلبها من عال ربي يعني نعم صحيح يعني سبحان الله أحيانا بعض الناس من باب المنهج النبوي ما بلوا أقوام يعني يتشددون في بعض الأمور اللي فيها شريعتنا واسعة وما يمنعون الدعاء في كل شيء لا في المقبرة ممنوع الدعاء أو ندفنوا واحد ونجريوا هو يدفن آخر طراب نرميوها عليه نخرجوا من المقبرة لا حول ولا قوة ألي بالله وإحنا مما عرفا في مجتمعاتنا منذ قرون أنه كيدفنوا واحد يدعيه له كما كان المصطفى يدعو للميت حينما يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فإنه الآن يسأل ورب قال في صورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والمفسرون قالوا التثبيت المطلب في الآخرة هذا بدءا من القبر والقبر أول منازل الآخرة وهذا كالإنسان يحتاج كثير إلى الدعاء القارح هو وحده في القبر لتقوله أنا بيت الدود أنا بيت الوحشة أنا بيت الظلمة من يؤنس هذا الإنسان نعم عمله ولكن الدعاء الذي يدعو الناس له يشفع فيه وينفعه إن شاء الله تعالى أقول نعود إلى السؤال إذن سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام قال معاذ بن جبال اللهم أعيني لا تنسى الدوبر كل صلاة عليك اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته العملية أنه كان يستغفر ثلاثا لذلك ممكن نلتزم هذا الترتيب مثلا بعد السلام مباشرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا هذه تساعدنا على جبري ما كان ناقصا في صلاتنا بالاستغفر ثم اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل ذلك التسبيح يعني ثلاثة وثلاثين مرة باليدين ويجوز التسبيح باليدين بكلتا اليدين سبحان الله ثلاثة وثلاثين مرة وكذلك الحمد لله ولا إله الله يعني هذه وتقرأ آية الكرسي وغيرها من الأدعية فنظر لورود أحاديث في السنة القولية والعملية يعني يكمل بعضها بعضا فلا حرج من التزام ترتيب معين أو من التنوع أو التنوع في هذه الأذكار وفي هذه الأدعية وكل ذلك يجزئ برك الله في سؤال هل استيقاظ بعد الفجر من يتعمد التأخر يعني لكي تنال نعم يعني تنوت قبل طلوع الشمس ولكن يزيد هذه النص ساعة واربعين دقيقة أو ساعة قبل طلوع الشمس يصلي وهل يكون له أجر الحجة والعمرة أولا وقت الفضيلة هو أحسن الأوقات هكذا يا أم أحلام ربنا قال إن الصلاة كانت على الممين كتاب الموقوت وأوقات الصلاة أفضلها هو أولها أفضل الأوقات هو أولها ويسمى بوقت فضيلة ذو الفجر مثلا ثلاثة ونص تنظف عليك الوقت وتصلي الرغيب في ذلك الوقت ثم تصلي الفارضة وهي الفجر والصبح ولكن يجوز لك باش تأخري الاستيقاظ انتعك خاصة انظركوا الآن في الصيف يعني يا اللي يقدرين يقضي اثناش التعليل للوحدة ولا وقته قليل لا حرج أقول شرعاً أن واحد يرجئ يؤجل الاستيقاظ إلى ما قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس علىه لأنه رأى في الوقت الاختياري أقول هو في الوقت الاختياري ما نوصلوش إلى الوقت الضروري لا تأجيل الصلاة إلى الوقت الضروري لا يكون إلى أسباب أخرى إلى المسويغات شرعية ما هوش مع سبق الإصرار يعني الواحد يبرمج نفسه لاستيقاظه قبل الشروق بوقت معلوم يكفي لأداء الرغيبة ولأداء الفارضة بيسر ليبقى الوقت قليلاً إلى غاية الشرق وما بعد الشروق لأداء صلاة الضحى لنيلي الأجر الموعود لنيلي الأجر الموعود هذه البرمجة أو هذا التخطيط بهذه الكيفية التي قلت يا أم أحلام جائزة مشروعة مباركناً وفيك أم إيمان من تلمسان تتواصلون مع هذا البرنامج فقط عندها سؤال تقول وترجم سؤالها تقول إذا رأيت شيئاً لا يقبله الله ورسوله معنى شيء موش مليح هل أصرح به أو لا أصرح به أشهد منه الجواب الجواب يختلف الأمر من إله هذا يسمى الشريعة بفقه الحالة إذا كان يشوف الإنسان ينظر إلى المآلات إذا شاب لي يقول تكون فتنة فلا يقول سوصر خير سوصر أي خير أم إيمان السرا كمسر ربي وخدم النصيحة إقلاقاً ورب يتقبل إنشاء آمين يا رب العالمين في الدقيقة اللي بقعت شيخنا دعوة طيبة إن شاء الله فريد لا ما يكفيش الوقت إذن نسأل الله أجلك يا فريد إلى الأسبوع القادم دعوة خير إن شاء الله ولكن دعي أولادك دعوة الخير يا سي فريد ورب يحفظك إن شاء الله ورب يحفظنا جميعاً نسأل الله الستر وحسن الخاتمة آمين شيخنا أي تعجت دعوة طيبة شيخ تعني الشيخ شافي الله وعافية نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة العافية آمين يا رب العالمين ربي إن شاء الله يعجل بشفائه ربي يحفظه إن شاء الله من كل بلاوي بعد عليه كل سوء إن شاء الله وإن شاء الله ربي يرجع لنا ويخرج من المستشفى سالماً آمين آمين الحمد لله رب العالمين هذه الدعوة الطيبة نأتي إلى خاتمة العدد شكراً لكم دكتور سعيد شكراً جزيلاً شكراً لمتابعينا الكرام ولكل طاقم الخدمة في أمان الله السلام على الجميع ورحمة الله وبركاته